أجلس الأوروبي في بركسيل اليوم في قمة مع جدول أعمال مزدحم على الطاولة لمناقشة ملفات عدة منها ملف الهجرة كما ستتناول القمة أليات التعاون مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون للحد من وصول طالبين لجوء الجدد إلى أوروبا نقاش موضوع الهجرة وحكم المحكمة في بريطانيا ينضم إلينا من لندن بلو الكاتب الصحفي البريطاني وذلك عبر تقنية سكايت ورحب بك معنا سيد لو المشكلة إذن ليست في مبدأ الترحيل على حسب الحكم ولكن في الدولة التي سيتم ترحيل اللاجئين إليها ما هو تقييمك مبدئيا لهذا القرار من محكمة الاستئناف وما هو أثره في تقديرك على وضع المهاجرين في المدى القريب والمتواصل أعتقد أنه يجب أن نميز أن هذا الحكم يتعلق بمشروعية أو قانونية أو عدم قانونية هذا الترحيل إلى رواندا بل بشكل يتعلق أكثر بإذا ما كانت رواندا قابلة لأن يعيش فيها الطالبين للوجوء أو اللاجئون في أمان من دون أن يتم ترحيم لهم إلى بلدانهم حيث يعانون من الاتحاد أما حكومة توري أو المحافظين فإن سوناك تعهد من بين خمس التزامات أن يوقف هذه القوارب الصغيرة وهذا الحكم يشكل صفعة لهذا الوعد والحكومة قالت أنها ستستأنف هذا الحكم وثمت هنا شعور أنه بالإضافة إلى كل المسائل والمشاكل التي واجهها الحكومة يمكن أن تكون هذه المشكلة الصعبة لكي يتمسك بها برايم أو رئيس الوزراء سوناك لذلك من المضر جدا لحكومته ما حدث وسنرى ما سيحدث والقرار الذي سيستأنف أمام المحكمة العليا وأيضا الحكومة تبحث في قدرة لجوء الأشخاص أو الأفراد لاستأنف هكذا أحكام أمام المحكمة العليا وهذا سيؤثر بشكل كبير على عمليات تهريب الأشخاص إلى بريطانيا بالنظر لتحدي السياسي الذي ذكرته أمام سوناك شخصيا وحكومته وبالتأكيد توجه المحافظين عموما في بريطانيا سواء من الناحية الحزبية أو حتى من الناحية الشعبية هل تقدر أنه يمكن أن تكون هناك بداء الأخرى في صورة الحكم النهائي بعدم جواز إرسالهم إلى رواندا بالتالي البحث عن بلد آخر أم أن الأمر سيعود إلى نقطة الصفر وبالتالي موضوع الترحيل أصلا ممكن أن يسحب من الملف أعتقد أن الحكومة ستضطر إلى النظر إلى بدائل أخرى منها وهو ما تقوله المعارضة بشكل متكرر هو تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بطالبي اللجوء التي تتزايد كثيرا وبعض الناقدين يقولون أن الحكومة تسعى إلى منع الأشخاص من طلب اللجوء هنا عبر تصعيب هذه الإجراءات وليس فقط حكومة البريطانية بل الحكومات الأوروبية تعاني أيضا من مشاكل الهجرة والولايات المتحدة أيضا ويجب أن تنظر في أسباب الهجرة منها تغير المناخ والفقر وحتى يتم النظر ومعالجة هذه الأسباب الكامنة سيستمر الأشخاص في الهرب من الحرب والفقر ومن مشاكل صعبة جدا منها الشرق الأوسط وأيضا شهدنا مشاكل كبرى كانت ممكن الحقول دونها عبر إعادة النظر في سياسات الهجرة من قبل الحكومات ومن دون ذلك سيكون ثمة مأساة إنسانية كبرى لمئات الأشخاص الذين يمتون في البحر المتوسط وهذا ما حدث بالفعل وحتى تقوم الحكومات بشكل عالمي النظر بهذه المشاكل وأن لا تركز على الدوافع السياسية لمساعدة القوارب فإن المشكلة الأساسة تتفاقم نعم، هذا هو مشكل عالمي أكبر ربما حتى من قدرة النخب الحكومية حاليا على حاله أو على الأقل وعيها في إدراك تهداء التحدي كل الشكر لك باللوك الكاتب صحفي البريطاني كنت معنا من...